شاخصة رغم الحروب التي شهدتها والقرون التي مرت عليها قلعة كاركوك التاريخية التي تعكس تاريخ المدينة الضاربة في القدم تعتبر قلعة كاركوك الأثرية من أهم المواقع الأثرية الشاخصة في مدينة كاركوك والتي تقع في منتصف مدينة كاركوك والتي طبعا تعاني في بعض الأحيان من استقوط بعض أجزاء منها بسبب عوامل التعرية والتضاريس بناء على ذلك اهتمت منظمة تيكا الخيرية التركية في إعادة وصيانة بعض أجزاء بعض معالم الأثرية المهمة في قلعة كاركوك الأثرية من ضمن هذه المعالم هي مرقة نبي دانيال وأيضا المقبرة العثمانية التي تقع ملاصقة للنبي دانيال وتحوي القلعة عصارة التمازج الثقافي والفكري عبر الأصور لما تحويه من آثار وقبور شاهدة على أجناس مختلفة وأديان متنوعة منذ بنائها قبل الفتح الإسلامي حتى الوقت الحاضر القلعة تعتبر قرية أو مدينة صغيرة عالمية لماذا؟ لأن القلعة وكاركوك قد جمعت الأديان المختلفة والإثنيات المختلفة فقد سكن القلعة وفي محلة واحدة غربي القلعة المسلمون والمسيحيون لقرون في محلة حمام اسمها محلة حمام تعايش المسيحيون والمسلمون لقرون معا ويخشى أهالي كاركوك على معالم القلعة من الزوال بسبب إهمال الحكومات المتعاقبة لها وغياب عمليات الترميم لتأتي منظمة تيكا التركية وتتولى مهمة ترميم القلعة وصيانة الأجزاء المعرضة للسقوط قلعة كاركوك صرح حضاري مهم لجميع أهالي كاركوك الحكومات السابقة والحكومات الحالية لم تهتم بهذه القلعة أبدا واليوم نرى هناك منظمات تركية جاءت من خارج كاركوك يعمل على إعادة إعمار القلعة والقشلة وقيسرية كاركوك وإعادة النبي دانيال والقبور العثمانية الموجودة في قلعة كاركوك معالم قلعة كاركوك هي الفيصل الحكم في تحديد هوية المدينة فلم تحمل صبغة عرقية أحادية لتؤكد عبر سجلها التاريخي أنها لجميع أطياف الشعب العراقي شكرا للمشاهدة